التعليم التعليم دايما بيكون محل إشاعات كتيرة جدا يمكن من أيام كده كان وزير التربية والتعليم طلع ونفي إشاعة إنه من انخفاض عدد الإصابات هترجع المدارس مرة تانية يعني واستكمال العام الدراسي بشكل طبيعي بحضور التلاميذ وقال دكتور طرق شاوي أنا ما قلتش كلام ده وكلام تصريحات دي منافية للصحة وما جاتش على الثاني ما فيش أي قرار علشان برضو ده ده الكلام اللي بيدور بين الأمهات وأولياء الأمور اليومين دول لا وضعينا جمع هو ده بالعكس خلاص يعني إحنا بتكلم دلوقتي على إنه ابتدت أجازة نص السنة بشكل رسمي وكلام ده طبعا على لسان وزير التربية والتعليم وقالت خلاص نص السنة أجازة السنة بدأت بشكل رسمي وهتستمر لغاية يوم 20 فبراير اللي جاي وبتأكد تاني ما فيش امتحانات سواء بقى أونلاين ولا ورقية ولا كلام ده فأي مدرسة تقول إن فيه امتحانات لا ما فيش مجال امتحانات ولا ورقي ولا أونلاين وقالت بقى إن احنا خلاص كده في الفترة اللي فاتت بالنسبة للمدرسة الحكومية ممكن مدرسة الخاصة اللي هي وقت تاني إنها بدأت أجازتها لنص السنة وخلصتها خلاص لكن مدرسة الحكومة لأ هم خلاصوا كده المناهج بتاعة نص يعني لغاية نص السنة وبتقول بقى يعني خلصناها أونلاين والوزير بيقول للطلبة استمتعوا بقى بقى جايزة نص السنة وما فيش أي حاجة مطلوبة منكم خالص ما فيش أي امتحانات زي ما بنقول بس وضح حاجة بقى كمان مهمة جدا علشان البعض اللي كان بيقول برضو ده احنا نرجع للأبحاث قال ما فيش أبحاث ما فيش أبحاث إنها هتكون كوسيلة لتقييم الطلاب في صفوف النقل خلال الفترة اللي جاي الوزارة مش هتلجأ للأبحاث وكلام ده على لسان وزير التربية والتعليم بسبب اللي تعامل من كتير من الناس خلال الفترة اللي فاتت وده حيئي الحقيقة يعني قال الوزير تم إهدار القيم التربوية والتعليمية وقص التكافؤ الفرص في إن يبقى فيه تقييم عادل لإن الفكرة هي فكرة محترمة جدا يعني إنه الطلبة تعتمد بقى على البحث وتدور وتجيب مراجع وكتب وتبدأ إنها تشتغل يعني يعني يبقى مش حفظه وسمه وتلقيم بتفكر وبتدور وبتكتب بعد كده لكن طبعا كلنا عارفين إن الأبحاث كانت بيع وشيرها يا إما الأم كانت ترخرها من عدة غلط طبعا قعدت تعمل البحث لابنها أو بقى فيه سوق بقى موزية للأبحاث المدرسين القصصيين وكلام ده بقى هم اللي بيعملوا الأبحاث والولاد بيقدموها فطبعا زي ما قالي الوزير ولا قيم تربوية نحن غشينا وما خدناش حقنا وتحايلنا وبالتالي حتى القيمة العلمية من الأبحاث دي فقدت معناها فخلاص مدام إحنا مش محترمين أو مقدرين قيمة الفكرة أو ممكن البعض خلينا كون منصف يقولك ما إحنا أصلنا ما تدربناش على قصة الأبحاث دي فحاولنا على رغم من إن الوزير برضو عشان بقى الإنصاف قال مش مطلوب حاجة يعني هنجرب مع بعض وهنتعلم مع بعض بس كانت النتيجة إن الأبحاث حصل فيها الكلام ده كله فما فيش أبحاث كوسيلة للتقييم أو إنه يتاخد درجات عالية هيحصل الامتحانات إزاي؟ هنرجع إمتى للدراسة بشكل تقليدي بقى ونروح لمدرسنا الكلام ده هيتم تحديده وتقييمه وفقا لطبيعة الحال بقى نشوف الإصابات نشوف الدنيا كانت عاملة إزاي لإنه إحنا في فترة كنا بنضغط وبنقول لأ هنروح المدارس ونسألك لأ مش عايزين نروح المدارس لغاية لما جي القرار الحقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في توقيته إنه تعطيل أو تعليق الدراسة وتبقى أونلاين لوقت محدد وبعد كده نشوف إيه الوضع شكرا